بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين قبل سنوات طويلة وأيام سني الإعارة حينما كان يذهب المدرسون إلى الإعارة قال لي واحد من هؤلاء المدرسين أدركت عظمة النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأيت جفوة الأعراب وهم يتدينون بطريقة مجافية للفطرة الدين جاء من أجل الأخلاق وجاء من أجل مكارم الأخلاق ليس من أجل نزعها إذا رأينا واحد من القصيم أو من بريدة وأنا من بريدة يا جماعة حتى ما إنسان يذهبون هناك نرى عنده جفاء عجيب غريب آنذاك الآن انقلبت الأمور وعاد الناس إلى أصولهم وصاروا يبحثون عن الحقيقة لماذا بدأ أهل الجزيرة العربية وهي المنطقة المباركة مهد الرسالة العظيمة بل أكثر الأنبياء إن لم يكن جميع الأنبياء جاءوا إلى ذلك المكان المبارك موطن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجده إسماعيل وجده إبراهيم أيضاً شاء إلى هذا المكان وهو الذي ظنى البيت العتيق وديار سيدنا الصالح وسيدنا هود وربما سيدنا شعيب وكثير كثير من أنبياء الرحمن في هذه الرقعة المباركة بلاد طيبة وشعب طيب ولكن غطت عليهم الوهابية عقوله اختصر الدين في مظاهر الناس ملوا هذا الدين التقليدي الناشف الجاف الذي لا يثمر قيم في الناس وبحثوا عن دين الإسلام الصحيح الذي جاء به سيدنا عليه الصلاة والسلام بدأ أهل الجزيرة العربية والحقيقة التواصل مستمر معي ومع غيري بدأوا يدركون يعني سامحوني على هذا التعبير إذا اتكلمت في العامية المقلب اللي أكلوه في السنوات الماضية نوهمهم بأنهم هذا هو طريق السلف ونحارب السلف حرب المنهجية نفترض أن آباءهم جميعا وأن أجدادهم كانوا مشركين وما كانوا مشركين أهل حائل كانوا في الصلاة في التراويح أثناء الإبادة وأهل الطائف كانوا من الركع السجود حينما أبيدوا وأبيدت خضراؤهم وأهل مكة وأهل المدينة وذلوا إذلالا فصار الواحد منهم يقرع نفسه أنه كان مشركا وأنه مسلم الآن وصار فقهاء المذاهب أربع يلقلون الشهادة تصور الناس نفضوا هذا الغبار فصاروا يبحثون في أخبار آبائهم وأجدادهم الصالحين من كان أبوه فقيها حنبليا من أهل التفويض وأهل السنة من كان جده شيخا للشافعية الأشاعرة من كان جده وليا من أولياء الله الصالحين أهل الطريق الأولياء المعروفين بالبركة وجدوا الشيوخ عبارة عن لحية طويلة وثياب قصيرة وخلاص هذا غايف المراد من رب العباد وكلام معظم من النوع الرخيص بدأوا يكتشفون كذب الشيوخ نعم يا أخي مع الأسف يصف لهم الأشعرية الذين هم سوادوا الإسلام بأنهم جماعة يقدمون العقل على النقل وأنهم سبع صفات فقط وأنهم يقولون الله في كل مكان وذلك الهذيان الذي أشاعوه فواجدوا أن هذا غير صحيح ومن جهة أخرى رأوا كيف يجبن الشيوخ أمام الدنيا واحد من شيوخهم يقول إن ترامب يقود الأمة للسلام تصور هذا يأم المسلمين في بيت الله الحرام يقول هذا الكلام وآخر يعدونه من كبار الكبار يعدل نواقض الإسلام تصور الإسلام نواقض وتعدل المسيحيون ما فعلوا هذا النصارى لا يفعلون هذا النصارى عندهم عبث كبير وعندهم مؤتمر مسكوني لكن كلهم يجتمعون فيغيرون العقائد أما هذا وحد وحد بن باز يستطيع أن يعدل نواقض الإسلام وحد وحده يقول لهم اتبعون السلف الصالح فيجدون أنفسهم في فخ بن تيمية وحده لا شريك له وأصر على هذه الكلمة حتى أوقض النائم وجدوا أن الشيخ يخدعونه وجدوا أنفسهم أمام أرض هشة ليست صلبة ذهبوا إلى أمريكا للدراسة وإلى أوروبا وإلى بلاد المسلمين رأيت حتى من عقلاء السلفين من لا يزال سلفيا يقول يا أخي أوهمونا أننا وحدنا على التوحيد في مسجد واحد في الهند ربما تجد من المصليين بعدد عدد قرى من قرى نجد ما كانوا مشرقين هؤلاء غير صحيح هشاشة في التفكير الملحد يهربون منه أو يقرون مثل جماعة صناعة المحاور يقرون في كتب الأشاعر سرا ليردوا على الملاحدة جهرا هكذا هكذا علموكم يقرون في كتب الأشاعر سرا ويردون على الملاحدة جهرا ما شاء الله طيب لماذا الأشاعر مبتدئة يا أخي وهذا كبير جماعة صناعة المحاور ماذا يقول يقول تسجيل له ما عندكم غير ابن تيمية نعم ما عندكم غير ابن تيمية صراحة صريح مريح ما عندكم غير ابن تيمية ويقول هو أسس العقيدة أسسها في القرن الثامن ما شاء الله على عقيدة المسلمين العلوم كلها نضجت في القرن الثاني والثالث يعني كانت النهايات كل شيء بين أيدينا هو يعود إلى القرن الثاني والثالث كل ما من فقه وعقيدة وتفسير وحديث وصوله كله كانت في ذلك القرن التوحيد يتأخر إلى ابن تيمية ثم يموت خمسمائة سنة إلى أن يأتي بن عبد الوهاب من يصدق هذه خرافات وخزع بلاس من يقبلها الجزيرة العربية العظيمة التي نفتخر بانتمائنا إليها حتى القصيم وحتى نجد والله ظلم أهل نجد كثيرا وممن ظلمناهم وممن ظلمهم نحن نحن الصوفية والأشاعر أحيانا كنا نعمم وهذا خطأ منا أن نعترف به نجد فيها خير كبير وفيها بذور طيبة وبدأت تظهر الآن وتنتج أحس بعز حينما أتكلم مع أولئك الناس وقد صاروا يرجعون إلى الحقيقة صاروا يدرسون اللغة العربية بشكل متين علمي ما حد يخدعهم لا فوزان ولا موزان صار هناك رصان في التفكير وفيهم عقلاء كثير يتكلمون معي احترامي الشديد لهم وأعتذر إذا كان حتى كثير من الصوفية المتعصبين تكلم عن قرن الشيطان ياه قرن الشيطان هو الوهابية نجد لا علاقة لها به وإن جاء فيها نعم جاء فيها نجد بلد كسائل البلدان ظهر فيها قرن الشيطان والعراق والشام ما كان فيها مصايب وبنت المية ظهر من الشام أصلا هو حراني لكن سكن في الشام والعراق ظهر فيها من بدعم الله به عليم وبلاد ما وراء النهر الجهمية والكرامية وكل البلاء جاء منها الديار لا تزكي أحدا إنما من استقام في دينه وتعلم العلم الصحيح لا بد أن يصل إلى الدين الصحيح حاربوا التصوف فيجد واحد من هؤلاء وصية لجده الذي كان شاذليا أو رفاعيا وعالم كبير معروف فيستحي من هذا لماذا أنه جده كان رفاعي أو شاذلي أو قادري أو كذا الآن صاروا يرفعوا رؤوسهم بعز أنا كنت مستغربا جدا في بلاد الجزيرة العرب أضعف الناس في لغة العرب لماذا؟ بسبب الغيمة الوهابية الغيمة الوهاب لماذا؟ التميز في لغة العرب يكون في مصر ويكون في الشام ويكون في تونس ويكون في الهند الهند وأندونيسيا وغيرها من يحفظ الألفية ومن يحفظ يحفظ الأدب والمعلقات ويستدرك ضحالة عجيبة في تفسير النصوص بسبب ماذا؟ الغيمة الوهابية إيش؟ سعدي هذا مفسر؟ سعدي إذا يقدم عندنا يرصب بدأت الناس تعود إلى رشدها هنيئا لهم ومرحبا بهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة